ابن عربي ومن يتذوق مشرب ابن عربي فسر القضية بانقطاع الفيط قال بأن آصف قطع الفيط في اليمن وعوجده في فلسطين في كلام أهل البيت الكلام ليس هكذا قطع الفيط باعتبار أنه ما من شيء إلا وهو قائم في وجوده بفيض من وجود الله سبحانه وتعالى فآصف الله سبحانه وتعالى بما أن عنده حرف واحد من علم الكتاب بسبب هذا الحرف الواحد عنده ولاية على الفيط بحسب تصوير ابن عربي ومن يعتقد بقوله فإنه قطع الفيض هناك ونقل الفيط يعني هو ما نقل العرش وإنما كأنه أعدم العرش قطع الفيض عن وجوده وأعاد وجوده ثانية في فلسطين في نفس اللحظة أصلا في أقل من اللحظة لأن الزمن قد طوي وكأنه عدم أما في روايات أهل البيت لا الروايات هكذا تقول تقول فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير يعني نفس السرير جاء لم ينقطع الفيض وأعيد وجوده مرة ثانية فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير والتفت القطعتان وجعل من هذه على هذه وكأن أرض اليمن صارت أرض فلسطين وأرض فلسطين أرض اليمن وهذا هو الطيب إن أبي كان يقول إن الأرض طويت له إذا أراد طواها